هذا وقد أكد عدد من النواب أن الرسالة الثقافية قد تغيرت وتغير معها نمط الملتقى وأكدوا أيضا على ضرورة تعزيز الثقافة الإلكترونية خلال عام 2023 الرسالة الثقافية تغيرت وتغير معها المتلقي ونمط التلقي وبالتالي الوسائط الثقافية لابد أن تتغير تغير الوسائط ليس معناه أن نستغني عن قصور الثقافة ولكن من المؤكد أننا في 2023 محتاجين نتكلم عن مثلا قصور الثقافة الإلكترونية إزاي يقدر المنتج الثقافي يصل إلى المتلقي مش العكس أما بخصوص المسارح فأنا شفت أن جزء من المشكلة أو جزء كبير من المشكلة هو عدم ربط الثقافة بالتعليم لأنه ما فيش عندنا كلية متخصصة في المسرح كلية تابعة لوزار التعليم العالي يعني وبنعنا عليه ده بيعمل يعني مشكلة كبيرة جدا في إيجاد الكوادر سواء في الكتابة أو النقد أو التمثيل أو الإخراج أو غيرها من الأمور المسرحية وبالتالي محتاجين دولة كبيرة زي مصر يعني قادة القوى النعمة في المنطقة وكان المسرح جزء من أسلحاتها في هذه القيادة محتاجة على الأقل كلية واحدة كبيرة للمسرح وعلومه أزمة المسرح ليها علاقة بمسرح الكتابة الخاصة ما بقاش عندنا فرق مسرح زي زمان فإحنا ما عندناش طريقة نعرف بيها ولدنا يعني إيه مسرح يعني إيه ثقافة يعني إيه فنون يعني إيه فن دي بقت دلوقتي أمر عسير للغاية لأن أنت بتبقى مضطر أن أنت يقيمة بتشوف مسارح أونلاين أو بتحاول تطلع برا للتجارب المسرحية برا